حزن لا يوصف وكلمة رثاء لا تكفي ولا يزال في جوف الكارثة الكثير من التفاصيل التي تزيد من هول المأساة في تركيا والسوريا رغم كل هذه الأيام وإحصائيات الضحايا التي كانت صادمة بكل المقييس إلا أن القلق الأكبر يكمن في أنه لم يتم الإعلان عن أعداد المفقودين تحت الأنقاض والذين ربما تلاشى الأمل في الوصول إليهم تحت هذه الأطنان من الركام ولأن الفاجعة كبيرة والمصاب جلل والاحتياجات أعظم فإن وكالات الإغاثة الدولية تكثف جهودها لمساعدة الملايين الذين تركوا بلا مأوى ينامون في العراء في أفنية المدارس في المساجد يستوي في ذلك تركيا وسوريا وإن كان في الأخيرة أشد وأقصى منظمة الصحة العالمية من جهتها نشدت المجتمع الدولي توفير 84.5 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية للمتضررين من الزلزال المدمر في البلدين محذرة مما يتهدد الصحة العامة من أوبيئة كانت الأمم المتحدة نشدت العالم جمع مليار دولار مساعدات لعملية الإغاثة التركية وأربعمائة مليون دولار للسوريين يأتي هذا فيما تتواصل قوافل المساعدات من عديد دول العالم في تكاتف أثبت أن الإنسانية فوق السياسة وأن تضامن العالمي فوق المصالح لدعم أناس يعيشون أحلى كأوقاتهم ويحتاجون لمزيد من الدعم المادي والمعنوي لتجاوز هذه المأساة